السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دعوة من قناة اسر واسر للوصفات. حبابي قلبي اصدقاء القناة النهاردة معنا وصفتين للنودلز الاندومي بطريقة جديدة ولزيزة جدا هتعجبكم جدا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده. طرق جديدة ومميزة ولزيزة جدا هتعجب الاطفال وهتعجبكم جدا ان شاء الله. طبع معنا الاخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل يوم وصفاتنا السهلة والسريعة. وافكارنا الجديدة. اول حاجة معنا هنا آآ ممكن تضيفي لانشون قطع من لانشون او قطع من السوسيز. الهوددج قطع صغيرة. وهتشوحيها شوية في الزيت على النار. بعد كده هتضيفي كوباية من المياه تغلي. وبعد كده هتضيفي الاندومي او النودلز. تغلي بالشكل ده كده تستوي. لحد ما تستوي وبعد كده هتصفيها من المياه. بعد ما تستوي بالشكل ده كده هضي فيها في المصفة عشان تصفي المياه بتاعتها. بعد كده هتضيفي على الكطع السوسيز المتشوحة شوية هتضيفي عليها قطع من البصل الاخضر مقطع قطع صغيرة والفلفل الاخضر برضو مقطع قطع صغيرة. و آآ قطعتين من الجبنة المبشورة. مدرلة او رومي او اي نوع. جبنة مبشورة. وبعد كده هتضيفي بطين اتنين. وهتضيفي عليهم الملح والفلفل. و رش التوابل مشكلة كده بهارات. وهتضيفي النودلز عليهم متقلبة كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده في قلب الكوب كيك. على نار على النار من فوق. على نار متوسطة. هتضيفيه وبعد كده هتضيفيه بالمعلقة. هتغضي بالمعلقة كده. وهتضيفيه في آآ الآلب الكوب كيك بالشكل ده كده. وهتقلبيه مرتين على الجنب ده وعلى الجنب ده. زي ما انتو شايفين كده. هتقلبيه كل واحدة على الجنب الاخر عشان تستوي شوية وتاخد اللون الاصفر ده. بالشكل ده كده. هتسويها على النار من فوق بالشكل ده. سهلة جدا وسريعة وكمان طريقة جديدة مميزة وجميلة جدا. جربوها. وبعد كده ممكن بقى تضيفي آآ في الاخر آآ قطع من شرايح الجبنة بالشكل ده كده. وهتزينيها بقى بالمايونيز والقطشب بالشكل ده كده وتقدميها. جميلة جدا. هتعجبكم ان شاء الله جربوها. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. ما تنسيش تفعل الجرس علشان يوصلك كل يوم. وصفاتنا السهلة والسريعة وافكارنا الجديدة كل يوم. معنا الوصفة التانية. النودلز مسلوق ومتصفة كويس. هنضيف عليه بطين اتنين. والملح والفلفل الاسود. وقطع من اللانشون او السوسيز. وقطع صغيرة جدا من البصل الاخضر او الفلفل الاخضر. قطع مفرومة من البصل الاخضر او الفلفل الاخضر مفرومين. وهنقلب كويس جدا جدا. وبرضو زي ما قلت لكم في اوالب الكوب كيك على النار من فوق. نار متوسطة. هنضيف من الخليط بتاعنا. ونقلب. كويس على كل جم بالشكل ده كده. وبعد كده هنطلعها. وهتزينيها بالقطشب والمايونيز وحبات من البصل المتحمر بالشكل ده كده على حسب ما تحبي تزيني